ترشيد الإنفاق بشكل عام نحن معه لكن لا بد أن يراعى أصحاب الدخل المتوسط ويراعى المواطن أنه لا يترفع عليه مسألة الضريبة المضافة هذه أنا أظنها مرفوضة عند جميع النواب لأنه لا يمكن تطبيق الضريبة المضافة على البضائع أو حتى على الشركات إذا كان بالنتيجة أن ترفع الأسعار على المواطنين وممكن هناك إجراءات لا يمثل المواطن ممكن الدولة تستفيد من بعض الترشيد لكن لا يمثل المواطن نحن نجد هناك تبذير وهناك إسراف وهناك تجاوزات في المال العام بعيداً عن المواطن يعني تمارسها جهات حكومية يفترض هذه الجهات هي التي تضبط لا يعني نفرط في المسؤوليات في مؤسساتنا الحكومية والإدارية بهذه التجاوزات ثم نأتي لنغطيها على ظهر المواطن ترجمة نانسي قنقر